بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسالين لقاء اليوم سندرس فيه المقارن المنطقي والذي سيتم إنجازه باستعمال البوابات المنطقية ثم باستعمال الضارة المندمجة 74-85 والمقارن المنطقي كما تدل على ذلك تسميته ضارة منطقية تسمح بمقارنة عددين ثنائيين بأنبيت وجدوا الحقيقة الخاص بمقارن بعددين A وB وببيت واحد A0 وB0 يكون فيه المخرج A أقل من B عندما يكون A0 يسوي 0 B0 يسوي 1 ويكون A يسوي B عندما يكون A0 يسوي 0 B0 يسوي 0 أو A0 يسوي 1 B0 يسوي 1 ويكون A أكبر من B عندما يكون A0 يسوي 1 وB0 يسوي 0 ومعادلة A أقل من B هي A0 بار B0 ومعادلة A يسوي B هي A0 بار B0 بار أو A0 بي سيفر وA0 بار B0 بار أو A0 بي سيفر تسوي نفي A0 أو استبعاد B0 أما A أكبر من B فتسوي A0 B0 بار أما المخط المنطقي الموافق لهذه المعادلات فيحتوي على مدخالين A0 بي سيفر وعلى ثلاث مخارج A أقل من B A يسوي B وA أكبر من B والمخط الخاص بالمخرج A أقل من B نستعمل فيه بوابتين بواب نفي وأخرى و فA0 بعد النفي يصبح A0 بار أما في المخرج وباستعمال بوابة AND نحصل على A0 بار وB0 أما للمساواة فنستعمل بواب أن XOR ومنه نحصل في المخرج على نفي A0 أو استبعادي B0 أما للمخرج A أكبر من B فنستعمل بوابتين بواب لينفي المدخل B0 وأخرى AND لتحقيق الجداء المنطقي بين A0 وB0 بار ففي مخرج البوابة نفي نحصل على B0 بار وفي مخرج البوابة AND نحصل على A0 وB0 بار ولمقارنة العددين الثنائيين A وB نستعمل هذه الضارة المنطقية والتي تحتوي على المدخلين A0 B0 وعلى المخرج A أقل من B A يسوي B وأكبر من B فعندما يكون A0 يسوي B0 يسوي 0 فإن المخرج A يسوي B يأخذ الوضع المنطقي واحد ونحصل على نفس النتيجة عندما يكون A0 يسوي B0 يسوي واحد ومن أجل A0 يسوي 0 B0 يسوي واحد فإن المخرج الذي يأخذ القيمة الثنائية واحد هو A أقل من B أما عند وضع A0 في الواحد وB0 في الصفر فإن المخرج الذي يأخذ القيمة الثنائية واحد هو A أكبر من B أما إذا أردنا إنجاز مقارن بعدد أبيات أكبر فمن الأفضل استنتاج هذه المعادلات مباشرة دون لجوء إلى جدول حقيقة لأن استخراج المعادلات من جدول حقيقة يتم بعد تبسيط هذه المعادلات بالطريقة الجبرية وطريقة التبسيط هذه تكون طويلة وأكثر تعقيد كلما كان عدل المتغيرات أي عدل أبيات أكبر لذا إذا أردنا مقارنة عددين ب2 بيت مثلا يجب مقارنة الأبيات ذات الوزن الأثقل ثم المرور إلى الأبيات ذات الوزن الأخف ولإيجاد معادلة A أقل من B يجب مقارنة A1 مع B1 فإذا كان A1 أقل من B1 ومن هذه المعادلة وبتغيير رقم البيت نحصل على A1 B1 أما إذا كان A1 يساوي B1 نكتب هذه العلاقة مع تغيير رقم البيت ثم نقارن A0 مع B0 والذي يكون فيه A0 أقل من B0 فنكتب A0 بار B0 ولكي يكون A أقل من B إذن يجب أن يكون A1 أقل من B1 أو A1 يساوي B1 وA0 أقل من B0 أما للحصول على A يساوي B يجب أن يكون A1 يساوي B1 وA0 يساوي B0 وآخيرا للحصول على A أكبر من B يجب أن يكون A1 أكبر من B1 أو A1 يساوي B1 وA0 أكبر من B0 والمقارن المنطقي يمكن إنجازه باستعمال الضارة المندمجة 74-85 وهذه الضارة عبارة عن مقارن لمقارنة عددين A وB بأربع أبيات حيث أن أبيات العدد A هي A0 A1 A2 و A3 أما أبيات العدد B فهي B0 B1 B2 و B3 وبالعودة إلى دطاشة هذه الضارة نجد جدو الحقيقة الخاص بها مع كل التوفيقات الممكنة وحالات المخارج الموافقة لهذه التوفيقات فالجدو يحتوي على المداخل الرئيسية المتمثلة في الأبيات الأربعة للمقارن وعلى المداخل المسمات لزونتري كاسكاد وعلى المخارج A أكبر من B A أقل من B وA يساوي B وهذه المداخل الثلاثة تستغل خاصة عندما نريد إنجاز مقارن بعدد من الأبيات يفوق أربع أبيات حيث تربط مخارج الضارة الأولى بمداخل الضارة الثانية وبهذا نحصل على مقارن بثمانية أبيات وبالعودة إلى جدو الحقيقة فإنه عندما يكون البيت A3 أكبر من B4 فإن المخرج A أكبر من B يكون في المستوى العلوي أي أنه يأخذ القيمة الثنائية وهذا مهما كان تحتل المداخل الأخرى أما إذا كان البيت A3 أقل من البيت B3 فإن المخرج الذي يأخذ القيمة الثنائية 1 هو A أقل من B أما إذا كان البيت ذو الوزن الأثقل A3 يساوي B3 ففي هذه الحالة يجب مقارنة البيت A2 وB2 فإذا كان A2 أكبر من B2 فإن المخرج A أكبر من B يأخذ الوضع المنطقي 1 أما إذا كان A2 أقل من B2 فإن المخرج الذي يأخذ الوضع المنطقي 1 هو A أقل من B لتستمر المقارنة بهذا الشكل فكلما كانت مساواة بين بيت يجب المرور إلى البيت الموالي لتستمر المقارنة إلى أن نحصل المساواة بين البيتين ذوي الوزن الأخف A0 وB0 وهنا يجب استعمال المداخل الثانوية A أكبر من B A أقل من B وA يساوي B والتي تسمح بتحديد حالة المخرج إذن إذا كان البيت A3 يساوي 1 والبيت B3 يساوي 0 أي أن A3 أكبر من B3 فإن المخرج الذي يوضع في الواحد هو A أكبر من B وهذا مهما كان تحت المداخل الأخرى أما إذا وضعنا المدخل A3 في الصفر والمدخل B3 في الواحد فهذا يكفي لجعل المخرج A أقل من B يساوي 1 أما إذا كان A3 يساوي B3 سواء بالقيمة الصفر أو بالقيمة واحد فإنه يجب المرور إلى البيت الموالي والقيمة الثنائية لـ A2 وB2 هي التي تحدد المخرج الذي يأخذ القيمة الثنائية واحد فبوضع A3 وB3 في الواحد مثلا فإذا كان البيتان A2 وB2 متساويان فإن المخرج الذي يأخذ القيمة الثنائية واحد هو A يساوي B أما إذا كان A2 أكبر من B2 فإن المخرج الذي يأخذ القيمة الثنائية واحد هو A أكبر من B أما إذا كان A2 أقل من B2 فإن المخرج الذي يأخذ القيمة الثنائية واحد هو A أقل من B وعندما يتساوي العددان A وB فإن ناحات المخرج تحددها حات المداخل لزونتري عن كاسكاد ومن جدو الحقيقة إذا كان المداخل A أكبر من B يساوي 1 والمداخل A أقل من B وA تساوي B تساوي الصفر فإن المخرج الذي يكون في الوضع العلوي هو A أكبر من B أما عند وضع هذا المدخل في الواحد فإن المخرج الذي يأخذ القيمة الثنائية واحد هو A أقل من B وعند وضع المدخل A يساوي B في الواحد فإن المخرج الذي يأخذ القيمة الثنائية واحد هو A يساوي B أما عند وضع المداخل A أكبر من B وA أقل من B في الواحد فإن المخرج تأخذ الوضع المنطيقي صفر وآخيرا عند وضع كل المداخل في المستوى السفلي فإن المخرج التي تكون في المستوى العلوي هي المخرج A أكبر من B وA أقل من B بهذه النتيجة نكون قد أنهينا هذا الدرس أستودعكم الله شكرا للمشاهدة